هذه أبرز العناوين النجم المغربي إبراهيم دياز صعيد بالمشاركة في لهاي دوري أبطال الأولي مع ريال مضيت وسنقاتل من أجل تحقيق اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي عروض جديدة ومبلغ مالي عكس المتوقع للمغربي يوصف انصيري هذا الصيف هذه أرقام أسامة غرينا المفاجأة الجديدة في لائحة الرقرقي لمباراة زنبيا ولكونغو الديمقراطية الوحدة الساودي يودع النجم المغربي فيصل فجر بطريقة مميزة بعد نهاية عقده مع الفريق في نهاية الموسم أعرب الدولي المغنبي إبراهيم دياز لعبري المضيت الإسبانية عن رغبته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة النادي الملكي وذلك قبل مواجهة بروسيا تورجمونت الألمانية في نهاية المسابقة قال إبراهيم دياز في تصريحات لقناة النادي الملكي أنا سعيد جدا بالمشاركة في نهاية دوري أبطال أوروبا وهو الأول لمعاري المضيت أضاف قائلنا كان الموسم رائع مع هذه المجموعة التي تجعل الأمور سهلة للغاية إلى المضرديستا سأقول لكم شكرا جزيلا على دعمكم سوف نقاتل من أجل تحقيق اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي ويحل فريق ريال مادريد ضيفا على بروسيا تورجمونت الألمانية يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت غريليتشا كشف التقارير الصحفية الإسبانية عن تلقي نادي إشبيليا إسباني عدة عروض من أجل التعاقد مع الدولي المغربي يوسف انسيري في مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة ذكر الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة تواصل الاجتماعي أن المهاجم المغربي يوسف انسيري استقر على مغادرة فريق إشبيليا الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية وأوضح الصحفي سكاي سبورتس في تغريدته أن العديد من الأندية وخاصة من الدورية السعودي والدورية الإجليزية قد قدمت عروضا بالفعل للعاب المغربي يوسف انسيري وأشار المتحدداته قائلا إلى أن إدارة إشبيليا ستكون منفتحة على تقييم العروض التي لا تقل قيمتها المالية عن 20 أو 15 مليون يورو ولفت الصحافية الانتقالات الموثوقة أن مهاجم المنتخب أسود الأطلس يفضل فكرة الانتقال إلى الدوري الإجليزي على حساب الدوري السعودية ويرتبط البالغ من العمر 26 عاما يوسف انسيري بعقد مع نادي إشبيليا الإسباني حتى يونيو 2025 بعد أن انضم إليه قادما من نادي لغانيسة في الميركات الشاتوي لعام 2022 مقابل 20 مليون يورو استدعى لاخب الوطني وليد الرجراجي ولأول مرة أسامة تنغالين لعب لهافر الفرنسي للمشاركة في مباراة زنبيا والكونغو البرازيفيلة برسم إقصائيات كأس العالم قدمت الغالي الموسم المتميزا رغم تعرضه للإصابة المتتالية في الموسم الماضي مع فريقه حيث نجح في حجز مكاين الأساسي مع نادي لهافر وبصم على مستويات جيدة لسيما في المباراة الأخيرة بمشاركته في 16 مباراة في كافة البطولات ويعتبر اللاعب البالغ من عمر 22 سنة من المواهب البارزة لأكاديمية محمد السادسة حيث تعلم داخلها أبجدية اللعبة قبل انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي وجاور فريقه الرديف مع مشاركته المحدودة مع الفريق الأول انتقل تيرغالينا بعدها إلى الدورية التركية عبر بوابة أنطاليا سبور على سبيل الإعارة لكنه لم يستطع التأخلم وعاد بعدها إلى فرنسا لينتقل بصفقة نهائية من مارسيليا إلى اللوهافر ويحقق الصعود إلى قسم الأضواء اللاعب الشاب تدرج في جميع الفئات السنية للمنتخب الوطني المغربي استطاع الفوز رفقة منتخب الوطني الأولمبي العام الماضي بكأس إفريقيا الأقل من 23 سنة كان صاحب هدف الفوز بالبطولة أمام الفراعنة في الشوطة الإضافية وكان الناخب الوطني وليد الرجرق قد أكد في تصريحات خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم بمركب محمد السلس بسلاء أنه كان يتابع تلغالين منذ أن كان مدربا للفتح الريادي ومعجب بقدرته ويؤمن بأنه سيشهده يوما ما يلعب لفريق كبير تسعد إدارة فريق الوحدة السعودية إلى توديع لاعبها المغربي فيصل فزر الذي خضأ آخر مباريات بقميص الفريق أمس الاثنين أمام الهلال في الجولة الرابعة والثلاثون والأخير من دور الرشان السعودي وفقا لصحيفة الرياضية السعودية فإن اللاعب وليد بخشي قائد فريق الوحدة الأول لكرة القدم تنازل عن شارة القيادة خلال مواجهة الهلال لصالح المغربي فيصل فجر التي انتهت بانتصار الضيوف بهدفين مقابل هدفين واحدة يشار إلى أن النجم المغربي فيصل فجر كان قد تعاقد مع نادي الوحدة السعودي في يونيو 2022 قادما من نادي سويسا سبورا التركي وقدم معه مستويات مميزة خلال الموسم الرياضي الماضي شارك فيصل فجر في الموسم الحالي مع الوحدة في 30 مباراة دمام منافسات دور رشان السعودي أحرز أربعة أهداف وصنع ثمانية اختار الوحدة عدم التجديد لفيصل فجر وجواز اليميق وجميع أجانب نادي في هذا الموسم لرغبته في قيام بتغيرات عديدة على الفريق بما فيها التعاقد مع أسماء أجنبية جديدة في الموسم المقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة